محبين ألعاب الرعب حابين تعرفوا آخر الأخبار عن كونامي و كاب كوم؟ خليكم معنا مساء الخير أخواني المتابعين معكم إيهاب من قناة جيمز ماسترز ورجعنا لكم بالحلقة الثامنة من آخر الأخبار في أسبوع بعرف أن أطعنا أسبوعين ولكن تعرفوا حلقة الأثير نزلت وكمان انشغلت أنا بكمان شيء وما أدرت أن نزل الأسبوع الماضي الحلقة فخلونا نركز على هالأسبوع لأنه في عنا كمان خبر قوي إن شاء الله نبدأ أول خبر معنا في لعبة سايلنت هيل 2 ريميك بعد 21 سنة من أطلاق الجزء الأساسي وآخيرا ريميك أو لعبة جديدة أو لعبة بشكل عام من سايلنت هيل وأخيرا يعني فصراحة جماعة سايلنت هيل أنا أكيد هلا بيحتفلوا واحتفالات وما بعرف شو يعني مبسوطين الجماعة وأخيرا لعبة نزلت لهم الصراحة أنا متحمس كثير للعبة وخلينا نخبركم كمان شيء اللي شفناه في الترايلر مع أنه اللعبة صراحة كثير مهمة لكثير من العالم فأول شيء أول واحد شفنا هيك كمان اختلاف بسيط من الترايلر اللي شفناه قبل كمان يوم عن اللعبة اللي شفناها قبل 21 سنة واحد من الاختلافات كان الخريطة جزء من الخريطة اللي طرف اليسار انضاف بالجزء الجديد وما منعرف لحد هل يترى لحنا قدر ندخل له الجزء أو له الجزء من الخريطة ولا لا الجزء الأساسي من المدينة ضل مثل ما هو ولكن زادوا كما طرف اليمين للخريطة أعتقد حديقة ولا شيء معين فما بعرف هل يترى كبر عالم سايلنت هيل تو في هذا اليوم اشتركوا في القناة حسنًا، حسنًا. لكن هذا هو مرحباً. او 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 فيعني من الاخير الجماعة لازم ينحطوا تحت الامر الواقع لما تنزل اللعبة لازم يعني نحاسبهم على الملي مثل ما بيقولوا فصراحة شي جميل واخيرا الالعاب بلا شد تتوجه للاندريل انجين فايف ولحنشوف قدرات الاندريل انجين فايف في هلأ اغلبية العاب فصراحة شي جميل جدا اعلنوا كمان عن لعبة جديدة في الكامل اسمها سالنت هيل تاون فول انا ما رح اعلق على كل اللعب يحكوا عنها ولكن لح تركوا الشباب في الاثير هم يعلوا عليها بيبانو الحلقة القادمة قريبا جدا ان شاء الله وفي الكمن يوم القادم ممكن لح تنزل الحلقة كمان في عنا الفلم لعبة سالنت هيل بعنوان ريتيرن تو سايلنت هيل المنتج حكى انو لح تقتبس بعضا من الاحداف من الجزء الثاني فصراحة كمان شي جميل جدا كمان اعلنت كونامي عن سايلنت هيل اف اللي هي فنقول سايلنت هيل ولكن بطابع ياباني شخصيات يابانية شفنا وحدة من الشخصيات اسمها اكرا كانت قاعدة وعملوا عليها زهور على ظهرها وبعدين بلشت تبكي وبعدين وقع وجهها فكانت امور ماشي تمام لما وقع وجهها صار في صدمة لعينه فان شاء الله ان شاء الله متأملين خير من جماعة كونامي ونشوف ان شاء الله يارب تكون العاب قوية يارب تكون اشي مفرح اهم شيء ما اعلنونا على تواريخ الاطلاق ولكن نتأمل خير يا رب خلصنا من كونامي وندخل مع جماعة كابكم طلع عنا ريزدنت ايفل شوكيس قبل كمان يوم كمان بعد ما خلصت كونامي طلعونا جماعة كابكم اعلنوا عن فينا نقول العرض الثاني من ريزدنت ايفل 4 ريميك صراحة شفنا اشياء جديدة شفنا اشياء حلوة كتير اشياء تباوة كبير حدا كتير اشياء تباوة اصلاح الوحيد اميرا اكتباوة حسنو كبير اشياء حدث باعميرا اشياء حدث اميرا اصلاح تباوة عنك مستخدم أصيب أصلي أنحة تباوة انتصلي ستكون متوفرة كمان بتاريخ 28 أكتوبر يعني بعد كمان يوم من صدور هاتي الحلقة فإن شاء الله يا رب يكون عنا فرصة نحن والشباب نجربها إن كان على السوني فور، سوني فايف أو على البي سي شي جميل، أعلنوا كمان عن الخطط المستقبلية للعبة، لح يضيفوا شخصيات أكتر، لح يضيفوا مراحل، مخلوقات، كوستومز، اللي هي أزياء ففي عندهم كما شغلة ممكن يسووها، أعلنوا كمان أن بعض أجزاء رزدنت إيفل اللي حتكون متواجدة على البي اس في آر تو، فهذا الشي جميل جدا، وأنا منتظر من أخون عبيد إن شاء الله نشوف الرياكشن تبعه وعملعب اللعبة هاي أو الألعاب رزدنت إيفل بشكل عام، لازم لازم فيه تصوير، وإن شاء الله إذا نزلت البي اس في آر تو أو نزلت ألعاب رزدنت إيفل وصارت متوفرة، ورحنا على المزرعة إن شاء الله، لح أخلي عبيد إن شاء الله يجربها في المزرعة، ونصوره إن شاء الله هناك الشي الجميل كمان أنه محبين لحاسب الشخصي الماك من شركة أبل، لح يكون اللعبة متوفرة على الماك بتاريخ 28 أكتوبر، الخبر ماله داعي، ولكن عشان جماعة الماك ما يزعلوا وفيعوا مثل ما نقول نحن كمان لعبة كاليستو بروتوكول صارت ذهبية، ويعني خلصوا تقريبا بقيلهم كم شي ممكن هيك على السريع يخلصوه، وتكون اللعبة جاهزة للإطلاق الرسمي، وإن شاء الله نتأمل في اللعبة خير، صاح الإضافة رزدنت إيفل فيلج روز، ما بعض شو كان اسمها، روز وينتر بنته ولأيثن أعتقد، اللعبة إن شاء الله قيل المراجعة من أخونا بارد جيمر، فتوقعوا إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله لح تنزل المراجعة، وأعتقد أخونا بارد جيمر مبسوط من اللعبة، فتوقعوا تقييمات إيجابية نتابع في خبصة غوثام نايت وبلايك تيل، العالم كلهم مستقعين إنه ليش الألعاب هلأ عم تنزل في نهاية أو الربع الأخير من 2022، وعم تنزل بـ 30 فريم على الكونسلز الصراحة أنا معكم علامة استفهام إنه أنتوا عندكم الإدارة إنه تنزلوا ألعاب قوية، ولكن جماعة غوثام نايت طلعوا وحكوا إنه والله هي عشان اللعبة تشتغل على الإكس بوكس، أو النسخة الضعيفة من الإكس بوكس يعني حجة جمالها داعي وما علينا منهم بس عشان الجماعة كسولين وما بدهم يشتغلوا مثل العالم والناس أخونا عبيد الغملاسي سوى مراجعة للعبة ويعني حاسبهم على الملي فينا نقول أعطاهم بالأخير خمسة من عشرة اللعبة كان فيها كثير مشاكل تقنية كمان، وتابعوا المراجعة عشان تعرفوا أكتر أما ما رح يعني خرب عليكم المراجعة بشكل جدا كبير ولعبة أبليك تيل كمان أخونا أبو ناصر الأسطورة يعني اليونكو علاوي فينا نقول راجع كمان لعبة أبليك تيل وعجبتوا اللعبة بشكل جدا كبير وعطاها تسعة من عشرة كمان، بس أنه تابعوا المراجعة عشان تعرفوا الأشياء الحلوة اللي نزلت عليها، أو التطويرات اللي صارت على اللعبة أنا صراحة أم بلعبها حاليا عن البي سي ومستمتع فيها، وإن شاء الله عما قريب لح نسوي بثوث مباشرة عن أوبروتش وعن كمان بليك تيل، بس هيك تجيني الفرصة إن شاء الله هاي كانت نهاية الأخبار لهالأسبوع في أخبار طلعت أكثر من هيك ولكن أخبار ما أنا مهمة مثل هالأخبار فكتبونا تحت في الكومنتات شو الأخبار اللي نسيناها وبنفس الوقت عطونا آراءكم، بدنا رأيكم عن غوثام نايت، بدنا رأيكم عن لعبة أبليك تيل، بدنا رأيكم عن الشوكيس تبع رزينت إيفل، بدنا رأيكم عن كونامي، وبدنا رأيكم عن الإضافة الجيدة من رزينت إيفل هل ترى لها تكون ناجحة ولا لا؟ بالأخير نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله